نختم هذه الجولة من رئيس تحرير صحيفة المجهر الأستاذ صلاح حبيب الذي وسم عموده اليوم بيالحكومة طال غيابك قال صلاح إنه استبشر خيرا بالتصريح القائل بأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ستكون في يناير الماضي ولكن الفترة تمددت وطالت ثم رهنت بمشاركة المؤتمر الشعبي والذي أعلن مشاركته ولكنه لم يتفق مع الحكومة على القسمة التي سيشاركون بها بعد وعلق حبيب على أن هذا الأمر يؤكد أن زمن الإعلان عن التشكيل سيمتد لفترة أخرى إذا لم تكن هناك حركة ترغب في المشاركة وأشار إلى تعليق رئيس الجمهورية بأن الكيكة صغيرة والأيادي كثيرة وقال كيف إذن سيتم تقسيمها خاصة إذا أراد الشعب النصف أو الربع لوحده ومضى يقول في الخواتيم إن الحكومة بعد تنازلها عن نسبة خمسين بالمئة من حصته في المشاركة فكان من المفترض أن تكون قد حسمت أمر المشاركين وحصص الأحزاب التي تتفرغ الحكومة للمرحلة القادمة وأشار إلى أن السوق منفلت الآن أكثر من اللازم وضبطه بحسب حبيب مرهوم بتشكيل الحكومة الجديدة كما أشار إلى المسؤوليات الكبيرة التي في انتظار الحكومة الجديدة منها العقوبات الأمريكية مشيرا إلى أن تأخر تشكيل الحكومة يزيد من التململ الذي قد يؤدي إلى المزيد من التفلتات ترجمة نانسي قنقر